المصادر الإيرانية تتحدث منذ يوم استهداف منزل الشيخ باز بالصواريخ الباليستية تحدثت بأننا نهاجم إسرائيل وأيضا كانت هناك تصريحات سربت من رويترز الشهر الماضي لأحد المسؤولين الإيرانيين لم يذكروا اسمه أبدا قال ليفهموها كيفما يشاءون القضية قد تكون أيضا متعلقة بالطاقة الإسرائيلية وغيرها يعني كيف ترد على هذه المسألة ولماذا هذه القضية لم تثبت على الورق أو تأتي هناك أدلة مقنعة فعلا أن هناك شيء من هذا القبيل لا يعني واضحة المسألة واضحة يا سيدي لا ربط بين ملف الطاقة في إقليم كردستان ومشاريع التي تخص الطاقة بالطاقة الإسرائيلية إقليم كردستان لدينا حدود مع إسرائيل هذا واحد اثنان عندما يتهمون أن كردستان تبيع النفط الإسرائيل أيضا هذا غير صحيح قليم كردستان تبيع في ميناء جهان بوجود موظفين من وزارة النفط العراقية الاتحادية وتبيع للشركات ومعظمها الشركات شركات تركية باعتبار الاستثمارات أو خاصة الاستثمار الأنبوب الناقل من كردستان إلى ميناء جهان هو تركي شركات تركية فالشركات التركية أو الشركات العالمية التي تشتري هذا النفط الخام هي المسؤولة عن بيعها هذا ليس شأن حكومة إقليم كردستان أو حتى الحكومة الاتحادية عندما تصدر النفط عن طريق الميناء يعني غير المعقول أنها تتابع الشركة أين تذهب النفط هذا واحد اثنان الادعاءات التي سمعناها أنه استهدفت الإسرائيليين يعني مضى على القصف الصاروخي قرابة العشرين يوم ما الدليل عن أنه كان هناك مقار المخابرات أو الموساد الإسرائيلية علما أن لجان شكلت برئيس زيارة رئيس وزراء الحكومة الاتحادية سيد الكاظمي كذلك رئيس البرلمان كذلك مستشار الأمن القومي ووفود وفرق ولجان شكلت للاطلاع على هذه المعلومات التي أطلقتها إيران لا وجود لهذه المعلومات هذه المنطقة التي استهدفت من قبل إيران مزرعة مالك شركة كار هو الشيخ باز هذه معروفة يعني عند كل الناس هذه المزرعة وهي تقع في منطقة كلها مزارع يعني للمعلومة كلها مزارع فأنه هناك مقر أيضا في كل مجال يعني دعني أقول في كل العالم عندما تعمل المخابرات في بلدان غير بلدانها لا تعمل بالشكل العلني وتضع مقر لها وأعلام وعناوين هذا الشيء غير منطقي المخابرات إذا وجدت في أي مكان مخابرات أجنبية ويوجدت في العراق في كل مكولستان في أي محافظة يجب يعني وفق المفهوم والمعروف أن تعمل بسرية وليس أن تضع لها مقار ويعني دعني أقول ثكنة أو يعني سنتر يعني معروف أمام عين الناس هذا غير صحيح ولكن هذه الدعاءات والمراد منها كما ذكرت لك ورسائل سياسية منها تتعلق بخريطة التحالفات ورسائل اقتصادية تتعلق بإدارة الملف النفطي الكردستان اشتركوا في القناة